أهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى مساء الخير على كل طلبنا الأعزاء مساء الخير على كل مدرسي التاريخ اللي هيتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال الحلقة بتاعتنا إن شاء الله النهاردة في التاريخ هتبقى تحت عنوان مراجع على الفصل الرابع ويكون في ديافاتنا مستر أحمد مصطفى مساء الخير فإننا مستر أحمد مصطفى الحمد لله يتبعون إن شاء الله حلقة موفقة ونتمنى مشاهدة ممتعة لكل طلبنا الأعزاء اللي بيتابعونا ونبدأ الحلقة بتاعتنا مع مستر أحمد مصطفى ونستأذن المخرج جميل اللي جيب لنا الصفحة رقم واحد فضلنا مستر إن شاء الله يا أولاد إحنا النهاردة بإذن الله هنراجع على الفصل الرابع هنعمل المراجع سريع كده عليه طبعا إحنا عارفين إن الفصل الرابع عندنا أول جزئية فيه بتتكلم على صورة مصر القومية اللي هي صورة 1919 1919 بزعيمة الزعيم سعد زغلول أما الجزء التاني من الفصل الرابع فكان بيتكلم على مرحلة المفاوضات المصرية البريطانية وطبعا الجزء ده مهم جدا حصل فيه أحداث كتير قوي أما آخر الجزء بيتكلم على صورة الضباط الأحرار صورة 23 يوليو سنة 1952 وإنجازات الصورة اللي كانت في المجال المحلي والمجال العربي والمجال الدولي هنشوف فيها مجموعة من الأسئال اللي احنا محضرينها هنراجع مع بعض السؤال الأول بيقول صار سعد زغلول على خطى محمد علي فيه واحد السيطرة على عناصر الانتاج اتنين التعليم الإجباري للبنين والبنات تلاتة إحلال الموظفين المصريين محل الأجانب أربعة الحفاظ على وحدة وادي النيل أول حاجة ده السؤال معناه بيقولك بالبلد كده ايه التشابه ما بين سعد زغلول وما بين محمد علي الشبه أو العامل المشترك أو يقولك القاسم المشترك ما بين سعد زغلول وما بين محمد علي امشي معاك ده في الاختيارات واحد واحد السيطرة على عناصر الانتاج تعليم البنين يبقى الإجابة الأولى ما تنفعش والتانية ما تنفعش رقم جيم إحلال الموظفين المصريين محل الأجانب هتلاقي أني فعلا سعد زغلول عمل الكلام ده لكن محمد علي لا طب الحفاظ على وحدة وادي النيل ايه حكاية وحدة وادي النيل بص يا سيدي احنا عندنا طبعا عارفين أن محمد علي زمان كان عايز يعمل رابطة عربية تقابل الرابطة العثمانية يعني ايه رابطة عربية تقابل الرابطة العثمانية؟ يعني محمد علي كان عايز يعمل حاجة زي ايه من نسميها دلوقتي القاومية العربية علشان يقدر يقضيها أصاد السلطان العثماني ففعلا محمد علي عمل وحدة بين مصر وبين السودان مصر والسودان اللي اتنين مع بعض بنسميها وحدة وادي النيل ونفس الكلام طالب به سعد زغلول وفعلا سعد زغلول كان عايز يعمل وحدة الوادي النيل وده فعلا شجع المصريين في السودان ان هم يعملوا زي صورات كده ضد الاحتلال البريطاني يبقى كلنا هنختار الإجابة الأخيرة الحفاظ على وحدة وادي النيل نتنين للسؤال الثاني ارتبط مفهوم القومية المصرية بأي من الأحداث التالية واحد قيام مصطفى كامل بتوصيق سلطته بالسلطان اتنين هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى تلاتة قيام محمد فريد بتوسيع دائرة الحزب الوطني اربعة هزيمة العربيين في معركة التال الكبير السؤال ده بنقدر نسميه من الأسئلة الواضحة قوي أول ما تسمع قومية مصرية أول ما تسمع قومية مصرية أو دولة مدنية على طول كده يجي في دماغك الزعيم سعد مين؟ سعد زغلول والزعيم سعد زغلول يعني أنا بتكلم بعد الحرب العالمية لإيه؟ بعد الحرب العالمية الأولى يبقى بدور في الإجابات على أي حاجة خاصة بنهاية الحرب العالمية الأولى أو الزعيم سعد زغلول أو علي شعراوي أو عبد العزيز فهمي أي حاجة من الكلام ده طبعا مصطفى كامل ومحمد فريد لازم تستبعدهم تماما مصطفى كامل ومحمد فريد كانوا بيطالبوا بالقومية الإسلامية أو الجامعة الإسلامية لكن الوحيد اللي كان بيطالب بالقومية المصرية كان الزعيم سعد زغلول يبقى أي حاجة فهم مصطفى كامل ومحمد فريد استبعدها على طول يبقى أنا هستبعد ألف وجيم مع بعض طبعا هزمت العربين في المراخ التالي الكبير دي حاجة بعيدة خالص يبقى أنت عندك الإجابة بتاعة هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى آه فعلا لما الدولة العثمانية اتهزمت في الحرب العالمية الأولى بدأ الشعب المصري يفكر لا أنا خلاص مش محتاج الدولة العثمانية في حاجة أنا مش عايز قومية إسلامية لا أنا عايز القومية المصري يبقى الإجابة رقم 2 هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى متنقل بعد كده للصفحة التانية سؤال رقم 3 السؤال بيقول ترتب على إنجازات أول وزارة دستورية بن قصين وزارة المد السوري في مصر 1- أصبح لمصر حق إقامة علاقات مستقلة 2- إحلال الموظفين المصريين محل الأجانب 3- اشتعال الحرقة الوطنية في وادي النيل 4- السماح للمصريين بإقامة الأحزاب تعالي لي بس كده وفتكر معا كده هي مين أول وزارة دستورية أول وزارة دستورية على طول كده هتفتكر وزارة الزعيم سعد زغلول اسمها وزارة سعد زغلول وزارة الشعب أو وزارة المد السوري أو أول وزارة دستورية خلي بالك من المصطلحات دي كويس قوي علشان هو بيلعب على المصطلحات دي تاني وزارة سعد بقول لها وزارة إيه وزارة الشعب أو أول وزارة دستورية أو وزارة المد السوري طبعا سعد زغلول كان بيطالب بأكيد يعني هو خلي بالك ومش بيسألك هنا بيطالب بإيه هو بيسألك النتيجة يعني لما سعد زغلول تولى الوزارة عمل إيه أنا عايز النتيجة على طول طبعا أصبح لمصر حقه إقامة علاقات مستقلة ده كان تصريح 28 فبراير إحلال الموظفين المصريين محل للجانب هو سعد عمل كده فعلا بس استنى شوف فائل إجابات اشتعال الحرقة الوطنية في وادي ميل أيوة صح هي دي فاكن لما قلت لك أن سعد زغلول شجع الحرقة الوطنية في وادي ميل وصورات ضد مين؟ ضد الاحتلال البريطاني اللي كان موجود في السودان بس للأسف في الوقت ده إحنا استخدمنا العمف في واحد من الشعب المصري قام باغتيال السرلستاك أو السردار فطبعا ده خلى سعد زغلول في النهاية أن وزارة الشعب للأسف تستقيل علشان في الوقت ده بريطانيا وجهت انظار شديد اللهجة للزعيم سعد زغلول طلبه من سعد زغلول أنه هو يسحب الجيش المصري من السودان ويدفع غرامة نصف مليون جنيه فطبعا سعد زغلول استقال يبقى نختار اشتعال الحرقة الوطنية في وادي النيل سوار رقم 4 بيقول رفض سعد زغلول الاستسلام لقرار الدول الأوروبية في مؤتمر الصلح بالاعتراف بالحماية البريطانية والتجه إلى الدخول في مفاوضات مع مينر هل سعد كان هو اللي عايز يتفاوض مع مينر ولا مخاطبة ملوك ورواساء أوروبا في إلغاء الحماية ولا تنظيم النضال الشعبي المسلح ضد الإنجليز ولا استمالة السلطات التشريعية للدول الأوروبية سوان كده إرجعتني للسؤال بيقول لك رفض سعد زغلول الاستسلام لقرار الدول الأوروبية بص يا سيدي سعد زغلول لما راح مؤتمر الصلح في بريس وطبعا كان بيطالب بإلغاء الحماية البريطانية وأن مصر يكون دولة حرة مستقلة لقينا للأسف الرئيس الأمريكي ويلسون ومؤتمر الصلح رفض مطالب الزعيم سعد زغلول وهنا قرر سعد زغلول أنه يروح لبرلمانات الدول الأوروبية البرلمان البرلمان يعني السلطة لإيه؟ السلطة التشريعية طبعا دور بقى أنت في الإجابة على حاجة خاصة بالكلام ده برلمانات الدول الأوروبية أو السلطة التشريعية بص كده الإجابة رقم ديل هتلاقي استمالة السلطات التشريعية للدول الأوروبية أيها سيدي ما نكتوب عندك بالنص كده في كتاب المدرسة أن سعد زغلول بيخاطب بيكلم بيتفاوض مع برلمانات الدول الأوروبية يبقى عن طول ما تبصش على واحد واثنين وتلاتة هتبص على الإجابة الأخيرة وهي استمالة السلطات التشريعية للدول الأوروبية نتنقل الصفحة رقم ثلاثة مع بعض سؤال رقم خمسة ده سؤال واضح شوية بيقول تم إصدار دستور 1923 في عهد بص على الاختراض هتلاقي كاتب لك الملك أحمد فؤاد الأول الوالي أحمد فؤاد الأول السلطان أحمد فؤاد الأول الخديوي أحمد فؤاد الأول إيه دا؟ ما كلهم أحمد فؤاد الأول لا استنى استنى بص على مفتاح الإجابة فين مفتاح الإجابة عندك هنا؟ دستور 1923 ارجع قبل دستور 1923 كده هتلاقي أن احنا كان فيه عندنا تصريح مهم جدا اسم تصريح 28 فبراير سنة 1922 التصريح ده حول مصر حول مصر ركز معايك ده حول مصر من إيه؟ حول مصر من سلطنة إلى مملكة حول مصر من إيه؟ من سلطنة إلى مملكة يعني خلاص مصر ما بقاش اسمها السلطنة المصرية بقى اسمها المملكة المصرية طيب احنا بكلم في التصريح 28 سنة كم؟ سوريا التصريح 28 سنة 1922 ده بعدها بسنة يبقى مصر تحولت من سلطنة إلى مملكة يعني بيحكمها ملك يبقى على طولها تختار الملك أحمد فؤاد سؤال رقم 6 بيقول اتسم موقف الرئيس الأمريكي ويلسون في مؤتمر الصلح من مبادئه التي أعلنها خلال فترة الحرب العالمية الأولى بإيه؟ الدعم الحياد التناقض التوازن ارجع كده معايا للرئيس الأمريكي ويلسون ساعة لما حصرت الحرب العالمية الأولى ما بين إنجلترا وفرنسا ما بين ألمانيا وتركيا اللي هي الدولة العثمانية لأن الرئيس الأمريكي في الوقت ده أعلن 14 مبدأ منهم ما بدأ بيقول حق الشعوب في تقرير مصيرها يعني الراجل بيقول لك بالبلد كده أي أمة من حقها إن هي قرر مصيرها وأنا هدعمها أنا هقف معيها بس للأسف ده كله كان كلام زي ما يقوله كلام على ورق أو حبرة على ورق الراجل ده لما سعد زغلول سافر مؤتمر الصلح وبدأ سعد زغلول يقوله أنا جايلك يا رئيس أمريكا من آخر الدنيا علشان أطالب إن مصر يكون دولة حرة مستقلة لأن الرئيس أمريكا للأسف كل الكلام اللي قاله طلع كلام الراجل لم يستجيب لسعد زغلول بالعكس ده اعترف بوجود الحماية لإيه البريطانية يبقى موقفه يتميز بالإغماء يتميز طبعا بالتناقض الحاجة وعمل عكسها نتنقل الصفحة اللي بعد كده صفحة رقم أربعة السؤال السابع بيقول قام العلماء المسلمون بلقاء الخطب ضد الاحتلال البريطاني في الكنائس في أثناء صورة 1919 في ضوء هذا الحدث اتسمت هذه الخطب بالسمى للدينية ولا القومية ولا العنصرية ولا الفئوية حبيبي أول ما تفتكر كده أو أول ما تشوف صورة 1919 ييجي في دماغة كده على طول شعار الهلال والصليب الهلال والصليب يعني المسلمين والمسيحين يعني عنصري الأمة طبعا لو تفتكر في الوقت ده هتعرف أن الشعب المصري كان متحد والحمد لله ما زال ففي الوقت ده لقينا أن الشيوخ المسلمين دخلوا الكنائس بدأوا أن هم يخطبوا في المسيحيين والقصاوسة المسيحيين بدأوا يدخلوا المساجد علشان يخطبوا في مين يخطبوا في المسلمين فبريطانيا حسيت إيه ده المسلمين والمسيحيين مع بعض إيدوا واحد آه إحنا الدولة التي لا تفرقها القوميات أو العصبيات أو الكلام ده كله إحنا شعرنا الدين الله والوطن الليه والوطن الجميع مصر بتاعتنا كلنا دور بقى على حاجة بتشمل الكلام ده كله يا سيدي زي ما قلت لك صورة 1919 أساسا اسمها صورة مصر القومية معناها بأطرفها بكل المسلمين بكل المسيحيين اللي نزلوا وعملوا الصورة سؤال رقم 8 بيقول ظهر أول إنجازات صورة 23 يوليو 1952 في المجال الإيه؟ المجال السياسي ولا المجال الاجتماعي ولا المجال الاقتصادي ولا المجال الإفريقي طبعا إنجازات صورة 23 يوليو طبعا صورة عظيمة صورة لها إنجازات كتير جدا لكن هو بقولك أول إنجاز ارجع كده أوعى تفكر فتقول مثلا إحنا لغنى الملكية وأعلننا الجمهورية لا خالص سوان كده ارجع كده للتاريخ بص على التاريخ هتلاقي إن يوم تسعة تسعة سنة 1952 صدر قوانين الإصلاح الزراعي قوانين الإصلاح الزراعي اللي حددت الملكية الزراعية في مصر بكم فدان بخمسين فدان يعني بالبلد كده أخرج في الملكية أخرج في الملكية خمسين فدان يعني لو واحد معاه 200 فدان الدولة هتسحب منه 150 وهيبقى معاكم خمسين فدان وهنأخذ الأرض دي بص بص هنأخذ الأرض دي هنوزعها على الشعب أنا كده بعمل إيه ده مجال سياسي ولا مجال اجتماعي على طول من غير ما أتفكر كده ده مجال اجتماعي أنا كده بحاول أعمل عدالة اجتماعية بحاول أخذ من الإقطاعيين ودي مين ودي للشعب والكلام ده ركز كده معي يتشابه مع الصورة الفرنسية يتشابه مع الصورة الفرنسية في محاولة القضاء على الإقطاع نتنقل السؤال رقم 9 بيقول القاسم المشترك بين إنجازات وزارة المد السوري سوان كده وانت بتذاكر المد السوري يعني وزارة سعد زغلول وإنجازات صورة 23 يولو سنة 1952 في المجال الاجتماعي ركز ركز العامل المشترك كلمة القاسم يعني العامل المشترك يعني بالبلغ يتكريبوا لك إيه التشابه ما بين وزارة المد السوري ووزارة 23 يولو بص على الاختيارات وحاول تشوف حاجة هم اللي اتنين متشابهين فيها هم اللي اتنين عملوها فعلا واحد تحديد ساعات العمل آه هي صورة 23 حدرت ساعات العمل بس صورة 19 لا يبقى السبع دي الإجابة الأولى اتنين اعطاء المرأة حق الترشح مثلا لمجلس النواب أو مجلس الأمة في الوقت ده لأ برضو هنلاقي إن صورة 23 هي اللي عملت الكلام ده مش صورة 1919 قوانين التأمينات الاجتماعية يعني مع تأمينات معاشيات عمال ده برضو خاص بصورة 23 مجانية التعليم آه فعلا هتلاقي إن ساعد الزغلور وهتلاقي إن صورة 23 اللي اتنين كانوا بيطلبوا بمجانية التعليم وفعلا أصبح التعليم في مصر مجاني بما فيه التعليم لإيه الجمعي نتنلم مع بعض الآخر سؤال معنا بيقول رقم 10 اتحاد عنصري الشعب المصري في صورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني عبره عن مفهوم إيه هل ده عدالة اجتماعية ولا حرية سياسية ولا دولة دينية ولا دولة مدنية طبعا إحنا اتفقنا إنت لو وسيت عندك كده في العنوان هتلاقي مكتوب صورة مصر القومية سنة 1919 احنا لسه كنا نتكلم في النقطة دي من شوية إن الشعب المصري نزل بكل أطيافه سواء كان مسلمين مسيحيين رجال شباب حتى كانت أول مرة أول مرة المرأة كانت تنزل فيه المظاهرات وتشارك الرجل فيه إقامة المتاريس وغيرها من الكلام ده كله طب إيه البديل لكلمة صورة مصر القومية أكيد مش عدالة اجتماعية ولا دولة دينية هتلاقي عندك الدولة المدنية اللي هو الشعار اللي احنا تفقنا عليه اللي هو الوطن الدين الله والوطن للجميع حاولنا في عجالة إن احنا نراجع مراجع سريع على الفصل الرابع ربنا معاكم إن شاء الله الفترة الجاية مهمة جداً إن انت تبدأ تعمل منهج مكسف تبدأ تراجع على كل الفصول مع شغلك في الفصول الجديدة ربنا معاكم يا رب بالتوفيق وإن شاء الله ربنا يوفاكم بإذن الله سعر وعليكم إن شاء رفتنا بستر أحمد وحلقة من الحلقات الجميلة عزيزي طلبة طلوات سنوية العامة اشتركوا في القناة